أستاذ غسان صباح النور لألكس التمر ولزميلي ضيفك وبحد من عندك عيد اللبنانيين وعامة وإخواننا المسلمين خاصة بهذا العيد شكرا كتير لألك وينعاد على الجميع أستاذ غسان خلينا نبدأ نحن وياك مباشرة هيك بنقطين أساسيتين بدي أبحثهم معك اليوم. الكلام الذي نشرته صحيفة الجمهورية نقلا عن مصادر مقربة من التيار ورئاسة الجمهورية وزيارتك لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط. وأبدأ من الكلام المنشور حول احتمال احتمال كبير مثل ما وصف لاستقالة الوزراء المقربين من التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية وأن تأيما عدد ستة من الحكومة. إذا استمرت تأخر في تشكيل الحكومة. ما حقيقة هذا الكلام؟ يعني ما ماعرف قديش المصدر مقرب. بس على الأكيد مقرب أكثر مني. لأنه أنا ما عندي هذه المعلومات أبداً. ولا بهذا الجو أبداً. ولا بذكر أنه مبحث هذا الموضوع بأي مكان أبداً يعني لما أرغى السابعة طالة ما بيكون عنده معلومات في مشكلة. لأنه دايما المعلومات بنخدها منك. عم بقولك الظاهر هذا المصدر مقرب أكثر. بيكون مصدر جديد. أنا حفظ ساعة في يقولك أنه ما في هذا الجو. في لقاش بأنه لابد من الضغط للوصول إلى حكومة كاملة. حكومة مشتفري في أعمال. ولكن ما صار اليوم بعد بحث أنه بطريقة شو بدينا أعمال. أكيد نحن اليوم عم نفكر جدياً بكثير أمور. نقدر نشجع فيها على أنه نوصل ل... سيكون في عنا حكومة مش حكومة تفريض أعمال. فأصبع تحط تفريعا. ما كانت في نقاش بهيك موضوع طيب. اليوم في جوين بهذا الإطار. مصادر رئيس ميقاتي ونشرت أيضاً لبنان 24 أنه هذا هو فصل جديد من المغامرات الدونكيشوتية في محاربة طوالحي. في أطشك في أطشك ستمر بشكل بشكل يعني مصادر رئيس ميقاتي هو بشخصه اعترف بقلب أنه لا يطلع عليها ولا يعلم عنها أي شيء بالجلس اللي نحن كما بجلس النواب بالاستشارات لما سألوا الوزير بسيل أنه هذه المصادر تبقول أنه هيك عم بيحقوا عيد اللغة اللي بيحقوا فيها وعم يتهمون بأنه نحن عم نفاوض أنا فاوضتك شيء إلا أنا أبعدتلك شيء وصيد إلا أنا حيكي معك شيء بموضوع الحكومي إلا ألي حيط هالمصادر قال لي والله أنا لما بيكون بدك تخلص حالك من شيء هو بكلمة ما بعرف لا هو مثل ما هلأ عم تعمل فيه ما بعرف هيني مع الرئيس النقاتي النقاتي دايما بيأكد على كلامي ما بيقول ما بعرف ونبعكم حق ومضبوط وهذا الكلام صحيح ونحن لازم نعمل إيه وهذا الحك العقل يعني بكل الجلس كان دايما مش إنه عم بجلب يغرب من الأجوب يعني عم بيأكد طيب أنتم في تيار الوطني الحر بتكون حكومة سريعة قبل نهاية العهد ولا ما بتكون حكومة لأنه كمين هون في وجهتين نظر وجهة نظر بتقول أنه عم تسعوا بجدية عالية لحكومة أصيلة تقدر تدير المرحلة في حال لا سبح الله دخلنا في الفراغ بعد انتهاء عهد فخمة الرئيس ميشيل عون وفي مصادر أخرى تقول لا ما بتكون حكومة وبتعرق له الحكومة هذه حكومة عندكم تحصيل حاصل فيها مقربين لألكم ست وزراء يمكن بالحكومة المقبلة ما تقدروا تحصلوا هذا العدد وهذه الحكومة مثل ما شايفين أنه ما في قدرة عالية على تشكيل حكومة قد تدير مرحلة الفراغ المقبلة فبالتالي عندكم موطق قدم بست وزراء فيها شوفوا لا بالتأكيد نحن من أول نهار مع حكومة أصيلة مكتملة فيها صورة تعطي شفة خارجية وداخلية تقدر تروح مش بمغامرة أربعة شهر جديدة من الفراغ تروح تقدر تاخد قرارات مصرية لأنه لا الشعب اللبناني بعد يحتمل لا قادرين بعد ما يكون عندنا حكومة أصيلة تحصم أمرها بمخص الحدود والمفاوضات تحصم أمرها بمخص موضوع النازحين تحصم أمرها بمخص موضوع تدقيق الجنائي يعني ما حدا قادر يفوت بمغامرات جديدة أن تكوني عايشة بفراغ أو بحكومة غير أصيلة بالتأكيد نحن مع حكومة أصيلة ولكن حكومة تنجز ما هو مطلوب بهذه المرحلة مش حكومة ترقيعة بس تنقصع وقت يعني هذا الفرق بالتعاطي يعني اليوم الصورة اللي تقدمت فيها الحكومي نبين أنه ما في رغبة بتشكيل حكومي في رغبة بالاعتراض على ما تقدم يعني من مين ما في رغبة من مين ما في رغبة بتشكيله من رئيس الحكومي يعني أنتو عندكن رغبة ما اليوم عدبا رغبة مشترك يلي بيقدمها غير قابلة للحياة مشكلة يلي بيطلب مطالب مستعصي بقلبها كمان مشكلة يعني تعددت الأهداف المعيار الواحد مطالب مستعصي والتعددت الأسباب والموت واحد يا سيد سمر المعيار الواحد بتشكيل الحكومي مطالب صعب صار يعني عن جد دور عم تذكريني لأنه وقتا نقول بلشوا بالتحليل الجنائي وبلشوا بالتدقيق من وزارة الطاقة بس المهم نكف على البقية تطلع الخبر بيقول وزارة الطاقة فيها هدر يا خي عظيم ما نحنا عن غيركم بلشوا بوزارة الطاقة يا خي وزارة الصحة ما شاء الله إن جزيتها يعني اللي يخصد عليها يعني استشفيات فرانسا يعني أو وزارة التربية يعني ما فيها هدر أو وزارة الأشغال والبنية التحتية بلبنان من 30 سنة لليوم والهدر اللي طار فيها مش واضح ومبين أي وزارة بلبنان اليوم ما فيك تحط إيدك عليها الضفت كان فيه دعم سيد سمر على قليل وزارة الطاقة في مطرح كان فيه دعم هلسبب بهذا الهدر بس قوليني لتبقية الوزارات وين كان الدعم تصار الهدر ملايين الدولارات ما حدا بيسأل خلينا نروح على معيار واحد بكل شي وشوف البلد ما أحسنه بصير إذا المعيار بتشكيل الحكومة واحد لا حزبيين يا خي لا حزبيين بس ما فينا سايف وشتي تحت ثقف واحد هون بنقبل بالحزبي هون ما بنقبل هون بنقول أنت ما سميتني ما بيطلع لك ثاني ما اللي بيطلع مش مسميه بس بيطلع له بس هيد الشميع عم يمارسها يعني باللا حزبي والحزبي والمقرب محسوبين على التيار وفخامة الرئيس عدتوا بتقولوا ما عنا وزارة بالحكومة طيب ما كمان المنطق شوفي بالنهاية بالنهاية رئيس الحكومة أكيد لازم بالدستور يتشاور مع رئيس الجمهورية لغياب الممثلين المسيحيين لأنهم ما سموا أو ما بدون يشاركوا أكيد فيه شخص لازم يكون له رأي بتسمية الوزارة اللي هو رئيس الجمهورية اليوم نحن لابد ما نحف حال أنه عم نطلب صلب كثير صعب وكثير مستحيل وكثير غريب يعني مش مقبول ما هذا الدستور هيك بيحكي الحكومة تتشكل بالتوافق والتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية طيب هيده متفق علي هيده متفق علي إذا الغطاء المسيحي ما قادر ياخده ولا من مطرح وما عنده إيه ولا من حزب ولا من كثل كبير بمجلس النواب ما بيرو على العليل يتشاور مع رئيس الجمهورية على تأليف الحكومة بيقدر ياخد منه الغطاء المسيحي طيب بس إذا هو بحاجة للغطاء المسيحي هذا يتيح لإلكن كخلينا نقول أكبر غطاء مسيحي أنه تفرضوا شروط مثل ما بتكون وطلعتوا من إيده اللي بتوجعوا يعني اليوم المشكلة بيوزارة الطاقة تحديدا أنه الرئيس نعاتي يقول لا حكومة طالما وزارة الطاقة بدأت ضل مع الطيار الوطني الحر وأنتو بتقولوا لا حكومة دون وزارة الطاقة مع الطيار كل كل أيوب لبنان بوزارة الطاقة هنيئا له بمن اختاره لوزارة المالية وزارة المالية لا شائبة عليها شكرا دولة الرئيس نقاطي أثبت بأنه عملت إنجاز كتير كتير بتشكيل الحكومة طلعت معه كل مشكلة لبنان بتغيير وزير الطاقة وما نتبه أنه 20% من المسيبات تهيب وزارة المالية لا في مشكلة يعني في قصر مظهر كتير في حدا ما عم بيقشع وين رايح البلد مين وقفل البلد لهون غير غير الوضع المال اللي وصلنا لإله وشي وزارة في تصرف بلجنان كل اللي صرفته إذا مصي غطاء من وزير المالية للوزير المالية إنضاته مشهور بمشي هو بوقف كل شي مشهور كان قادر يقول هون أتال بدي أعكد أنه في صرف وهدر عشوائي وهون أنا عامل دراسة مزبوطة كلها ما هو بالآخر هيدا التغيير هيدا المشاكل لبنان كلها يزا لما بنكون عم نختار رئيس جمهورية بنطلق توافق كل اللبنانيين وكل التوافق وغطاء من كل الناس لما نكون عم نشكل حكومي بيكون رئيس الحكومي حري نختار البلد نعم ممتاز لحتى لإنهي هذا الموضوع لحتى لإنهي هذا الموضوع نقول على السؤال التاني اللي بدي جواب عليه سريع أيضا كمان في حكومة ولا ما في حكومة من هلأ لنهاية العهد هيك من الآخر إذا الرئيس المتاتي بده يعمل حكومة بيعرف الباب والمفتاح وين وين الباب والمفتاح عند رئيس الجمهورية بالأثر الجمهوري مش عند جبران بسير لا عند رئيس الجمهورية اللي شايفين حالنا فيه فخامة الرئيس اللي عنده بعض نظر واللي كان قاشع من 88 لوين واصل البلد بالدمان لا بتصور عايز حدر رئيس الجمهورية لا يضله ولا يوجهه رئيس الجمهورية يوجه بلد ممتاز زيارتك لرئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط كيف ركبتو على أي أساس هل أتت بطلب منك ولا كيف بالمختصر بالمختصر تستمر أنا يعني لا كنت حيبت أنه الزيارة تطفع على الإعلام ولا كنت حيبت اتناعش فيها بالإعلام بس بالمختصر اللي مفيد لحقلك نحن أبناء منطقة وحدي إذا مش أكثر ضاعة وحدي من الطبيعة اليوم أنا نايد بهذه المنطقة أن نكون في عنا لقاء وتشاور بما خاص المنطقة كان اللقاء كتير إيجابي وكان يبنى عليه للمستقبل شو يبنى عليه كتير إش شو من فيها نايد على القليل بنبلش بنبلش بوجع ناسنا أصلحة منطقتنا وتثبيت الناس بضيعهم هيدا متفقين عليها وتثبيت المصالحة متفقين عليها عم بقول هيدا حاجة الناس وتثبيت الناس وتثبيت المصالحة هيدا متفقين عليها أنتو ونائب وليد جنبلات ولكن بحاجة لتحفين بحاجة لأنه هيدا الناس تثبيت المصالحة على القليل بالصيطية اليوم يحسوا أنه فيه بواد الخير فيه أكثر هيك ثقة فيكونوا موجودين هل كانت هذه الزيارة بالسياسة هل كانت هذه الزيارة كان فيها نية عملية جس نبض بموضوع التحضير للانتخابات الرئاسية وأحد جواب واضح بطريقة مباشرة أو هير مباشرة من ولي جملة أبدا 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 فيها كل نية حسنة ومش مطلوب أنه اليوم نحن نحكي إلا بالأمور الأساسية أكثر من هذه الأمور كليات تتكوّر موضوع رئيسة الجمهورية بعد شئ وقت ينحكي فيه الأهم اليوم أنه نجرب نخلص بلدنا من الأزم الكبيرة وشعبنا من اللي عم يمرق فيها بس جوابك سكّر لك سكّر لك الطريق وليد جمبلاغ سكّر لك الطريق لما نقلّك نحنا كلنا على باب الأفران ياريت الرئيس مئاتي بينتبه أن تنكي في البنزين صارت 700 ألف ياريت الرئيس مئاتي بروحه بيستعج لألف حكومة أصيلة لا نشوف قديش بعض فينا استعاد شعبنا وناسنا استاذ غسان هل صحيح أنه كان عندك نية أنك تطرح تعمل عملية جس النبض أو مكلف ما بعرف عملية جس النبض بموضوع رئاسة جمهورية ولكن نائب وليد جبلاط سكر لك الطريق وقال لك نحن كلنا سبعة من نواب لا منقرر بالرئاسة ولا منقرر بالترسيم ولا صار هذا الحديث ولا مطلب مني ولا كل شيء يعني هون تشبه مصادر الجمهورية لا صار هذا الحديث سؤال آخر لماذا سألتو لا لحظة 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 ما فيكي أنت بتقول لا وأنت ما فيك تقول لي ما فيك أنت بتقول لا وأنا بقول إيه لا ما فيك تكوني بالجلسة ما فيك تكوني كنت قاعدة معنا كنا لوحدنا نكيب فجأة نصار إذا أنت تحكي مع وليد باك فأنت أقول لي أنا حكيت مع وليد باك نحلت قصة نحلت قصة تنوصل فيها لنتيجة ولنقدر عن جد هذه المستشفى ترجع يعني توصل لخواتين سعيدي لأنه أهلنا وناسنا بحاجة لألة ويمكن هذا الموضوع إذا بدك أنا شوفي لما تقديدي شغلي مظبوطة لحلت مظبوطة هذا الموضوع متفقين عليه اثناء ناسنا ودهرنا من الاجتماع عن نقول لازم نصدفش على مصادر أموال تنقدر عن جد نلاقي حل هذه المستشفى ما بقى تتأخر بأنه تصير مستشفى موجودة للقاعد نسمى الموجودين بالجبل نعم مشكرك كتير على هذه المداخلة النائب غسان على أمل أن نشوفك قريبا بالستوديو إذا ألا راد